كذلك بعض الناس بيلتبس عليه مسألة يعني الاختلاط بين الشيء يعني يحدث محرم وبين الفطر مثل مسألة لمس يد امرأة لا تحل له هنا يدخل فيها بعض مسائل بعض الناس يسأل مسألة من لمس امرأة ومست يد ويد امرأة من غير قصد هل يؤثر ذلك على الصيام؟ طبعا إذا كان من غير قصد فهو ليس آثما ولا يؤثر على الصيام أما إذا كان بقصد فوقع فيه أمر منهي عنه فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فعله صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم قالت أمنا عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له وقالت له امرأة مدت يدها إليه في البيعة فقال له إني لا أصافح النساء صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم منه من علام الشيخ الألباني عليها رحمة الله وحديث لأن يطعن أحدكم بمخيات من حديد في رأسه خير الله من أن تمس يده يد مرأة لا تحل له فدل ذلك على أن هذا معصي معصي لكن غير مفطرة فلا يتعمد فعل ذلك إذا تعمد عليه أن يتوب الصيام صحيح إذا كان بغير قصد فلا شيء عليه بالمرة طيب مسألة هل يجوز استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان نعم يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور لكن بشرط ألا يتعمد استنشاق البخور بشرط ألا يتعمد استنشاق البخور فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحكم كذلك هل يصح للصائم إذا كان في حر شديد تعمد لاستحمام أكثر من مرة نعم يجوز له ذلك فالاستحمام في نهار رمضان أمر جائز ولا بأس به وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش لكن عليه أن يتحفظ من أن يدخل شيء إلى جوفه لكن هذا جائز ولا إشكالية فيه ترجمة نانسي قنقر